أصدرت الحكومة البريطانية جوازات سفر جديدة للأشخاص الستة الذين استخدمت هوياتهم من قبل المشتبه في قيامهم باغتيال محمود المبحوح القيادي في حركة حماس في دبي وقال مسؤولون بريطانيون إن الجوازات الجديدة تم إصدارها لضماني ألا يتعرض أصحابها وجميعهم يعيشون في إسرائيل للاعتقال من الانتربول من جانبها قالت حركة حماس إن اتصالات هاتفية وأخرى عبر الإنترنت كان أجرها محمود المبحوح قبل سفره إلى دبي ربما أسهمت في عملية اغتياله تفصيل آخر من تفاصيل عملية اغتيال محمود المبحوح يكشف النقاب عنه في دبي حيث أعلنت شرطة دبي أنها رصدت اتصالات جرت بين منفذ العملية ولديها معلومات موثوقة حول شراء بعضهم تذاكر سفر إلى دبي في الخارج باستخدام بطاقات ائتمان مصرفية تحمل الأسماء ذاتها الواردة في الجوازات لكن شرطة الإمارات لم توضح علاقة هذه الاتصالات والبطاقات المصرفية بالموساد الإسرائيلي وفي غزة كشف قيادي في حماس عن أن اتصالات هاتفية وأخرى عبر الإنترنت أجرها المبحوح قبل سفره كشفت لقاتله عن أماكن وجوده وسهلت عملية الإيقاء به كان قبل خروجه من دمشق كان قد اتصل على إخوانه وأهله في غزة وقال لهم أنني سأكون في التوقيت معين في دبي وفي الفندق الفلاني وبالتالي مراقبة الجوالات ومراقبة أدوات الاتصال ثم الحجز عبر الإنترنت وفي دمشق طالب رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون أثناء زيارة للعاصمة السورية طالب إسرائيل بتوضيح في شأن الجواز الفرنسي المزور الذي استخدم في عملية اختيال المبحوح على غرار البريطانيين والألمان طالبنا السلطات الإسرائيلية بتوضيح بشأن الجواز الفرنسي الذي استخدم في هذه العملية وطبعا نريد أن نصل إلى الحقيقة كاملة وفي ألمانيا ذكرت صحيفة ديرش بيغل أن جواز صفر الألماني الذي استخدمه أحد أفراد المجموعة التي قتلت المبحوح كان قد سلم بالفعل إلى حامل جواز صفر إسرائيلي في يونيو الماضي النيابة العامة فتحت تحقيقا في الكيفية التي انتحلت بها هوية المواطن الألماني بعد مرور شهر كامل على اختيال المبحوح تكشفت هوية الضحية وعرف مصرح الجريمة وتوفرت صور المنفذين وتظل الشبهات تحوم حول الموساد الإسرائيلي كمنفذ للعملية